السلام عليكم ازايكم اخبار في المنتهى الغرابة حزب الله ابتدى ينسحب من على الحدود الشمالية مش بس كده بيتم رصد من قبل الاعلام الاسرائيلي ان حزب الله ابتدى يفكك معدات ومنشآت مهمة جدا في الضحاءة جنوبية في بيروت ده خبر غريب لأقصى درجة ليه؟ المفروض دلوقتي حزب الله بيستعد لحرب مع اسرائيل فازاي ان هو بينسحب او بيحاول يفكك منشآت في الضحاءة جنوبية في بيروت موضوع ده خليب شوية عالجانب الاخر اسرائيل بتاعت تعمل نفس الشيء اسرائيل بتاعت تفكك منشآت مهمة جدا او معدات مهمة جدا على حدودها مع حزب الله بس حاجة بقى اللي انت ممكن توصدم فيها يعني ان النهاردة جي وفد يهودي شارك في جنازة اسماعيل هنية يعني ده انا اول مرة اسمع الخبر ده لأكتر من كده ان حصلت ازمة دبلوماسية بين تركيا واسرائيل بطالها اتمار بن جفير يعني مرة دي مش بطالها نتانياهو ده اتمار بن جفير نفسه اصلا واخيرا وليس اخيرا مقالة نازلة في صحيفة اسماعها نيويورك تايمز بتحل الوضع وبتتوقع ايه اللي حيحصل في الشرق الاوسط بعد الحرب الاسرائيلية الايرانية والدنيا هتمشي الزائف اخبار كتير اوي بس مهمة جدا ولو هتعرفها هتفرق معك في إراية الماشهد بشكل كبير اوي طبعا عشان نقول هلك وفعلة كلها لازم قولك القسم لاوي قبل اخش في الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل كاليني اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو هو موقع اسمه في ناس بيبقى عندها مشكلة في تشخيص المرض بتاعها علاجها هنا هيكون صعب او ان انت محتاج ان انت تبص على دكتور خارجي هو اللي يشخص لك المرض بشكل كبير هي دلوقتي السفر للخارج بقى مكلف جدا جدا كونسل ماد بيعمل يبقى بيوصلك بالدكتور اللي بره يخليك تكلمه فيس تو فيس او يخليك تكلمه فيديو يبص على الحالة وشخصها لك من جير مسافر بيسهلك ويوفر لك حاجة كتير حقيقة كونسل ماد مبقاش فقط موقع ده بقى ابليكيشن كمان والتطبيق ده بيوفر لك حتى العلاج فمش بيوصلك فقط للدكتور لأ والدواء الجديد بقى عن كونسل ماد ان كمان ضافوا خدمة الجلسات النفسية أطباء نفسيين من أفضل خبراء في ألمانيا وإنجلترا وأمريكا وده بيضمن لك أولا سرية تامة في جلسات العلاج النفسي وفي نفس الوقت السرعة الكبيرة جدا في العلاج بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا ان كونسل ماد بتفجر مفاجأة كبيرة أوي وعمل برنامج لتدريب الأطباء في الخارج يعني لو انت طبيب ممكن تسافر برة تحصل على كورسات تدريب عن طريق كونسل ماد هتوفر لك أبرز المستشفيات وأفضلها وأفضل ضرامج تدريبية موجودة في أوروبا هتساعدك على تغيير مفهومك بشكل طب بشكل بي جدا وخلي بالك ان إجراءات الفيزا والسفر كل ده كونسل ماد بتخلصه لك وبتساعدك ان انت تسافر لك خارج هسيب لحضر لك الرابط بتاع كونسل ماد أسفل الفيديو لان الناس دي بتقدم من أفضل الخدمات الطبية اللي موجودة في الشرق الأوسط نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول ليه الجديد رمعان النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة حضرتك وأو مرة هتسمعه فيما يخص الحرب بين إسرائيل وإيران أولا أنا عاوز أبتدي من مقالة نزلت في صحيفة يدعوت أحرنون بتقول إيه؟ بتقولك على فكرة التقرير دلوقتي اللي طلع من المخابرات مع كل شوية فيه تقرير يعني خلي بالك هي مش تقارير قديمة بس أنا بقولك كل ساعة فيه تقرير جديد فيه تقرير وصل للمخابرات الإسرائيلية إن إيران ممكن ترد منفردة وإن الحاجة اللي أنا قلتها لحضرتك في الفيديو اللي فات إن المخابرات الأمريكية مش عارفة أو السؤال اللي مش عارفة تجاوب عليه الرد الإيراني هيكون سبريد ولا سيملتينيسلي هو إسرائيل بتجاوب عليه بتقولك لأ الظاهر كده هيبقى رد واحد من إيران يعني إيه؟ يعني الظاهر إن حزب الله حيرد لوحده والحاسين حيردوا لوحدهم والإيرانيين حيردوا لوحده عشان كل جهة تثبت لإسرائيل مدى قوة وفيه كلمة كده عاوز بس أقولها لك وتبقى معايا فيها نتانياهو هو اللي فتح على نفسه كل الحروب دي كلها عشان يظالوا في السلطة لأنه هو كان شايف إن فيه اتفاق وبيتم الضغط عليه للاتفاق مع حماس فقالك لو اتفاقت مع حماس هروح السجن فقالك أعمل إيه بقى أنا أولع في الكل فولع في حزب الله وولع في الحوثيين وولع في إيران وكلام ده كله بس الكلمة اللي إنت لازم توقف عندها وهي إن كل الجبهات اللي ولع فيها نتانياهو دي هو عال في قرارة نفسه إن هو ما ينفعش يقضي عليها ولا ينفع يقضي على ولا جبهة فيها ولا ينفع يقضي على حماس حماس لحد دلوقتي ما تمش هزمتها ولا ينفع يقضي على حزب الله ولا ينفع يقضي على إيران ولا ينفع يقضي على الحوثيين هو ممكن يضعفهم أنا أتفق معاك هو ممكن يضعفهم بشكل أو بآخر بس القضاء على أي جبهة من دول مفيش فنتانياهو اختار حرب النهاية والحرب مش هو اللي هيحددها المراضي الحرب دي هي إيران اللي هتحددها لأن إيران كل ما هتضرب إسرائيل إسرائيل هتبقى مجبرة لأنها ترد لحد ما طرف فيهم هم اللي يوقف فالكلام ده مهم جدا فلو احنا مشينا مع سيناريو اللي طالع في الإعلام الصهيوني من صحيفة يدعوت أحرانوت إن إيران هي اللي هترد لوحدها الأول يعني قالك لوحدها تماما هي اللي هترد على إسرائيل وبعد كده حزب الله يرد لوحد والحوثين يرد لوحدهم ده طالع صعيد في منطقة خطور ليه؟ لأن المرحلة اللي بعد كده الثلاثة دول هيردوا مع بعض يعني المرحلة التانية لو إسرائيل ردت على إيران الثلاثة نفسهم هيردوا على إسرائيل في نفس الوقت ودي هتبقى حرب شاملة طيب في نفس الوقت خد بالك من أمر خطير النهاردة نفس الصحيفة اللي سمع يدعوت أحرانوت بتقولك إيه؟ تقولك خد بالك إن حزب الله ابتدى يفكك منشآت مهمة جدا في الضحايا الجنوبية في بيرون استعداداً لإيه؟ الظاهر كده استعداداً إن حزب الله حيقوم بعمل بشع ضد إسرائيل يستوجب إن إسرائيل هترد بطريقة أكثر بشعة فحزب الله من دلوقتي عمال يفكك الأجهزة الحساسة اللي عنده من الضحايا الجنوبية في بيروت وعمال يعد نفسه لانتقام إسرائيلي كبير ما معناه إن حزب الله بيعد لكرسة على إسرائيل أو حيبقى رد مزلزل على إسرائيل تاني ده مش كلامي ده كلام صحيفة تعداد أحرانوت لإن خالي بقى لك من أمن المهم جداً حالياً في الأيام اللي إحنا فيها دي ما حدش متفق على حد يعني تيجي تقول حزب الله تلاقي حد يقولك لا حزب الله وحش حوثيين وحشين أو في ناس مؤيدين فأنا مش بحاول أخد صف حد أنا بحاول أوصيف لك الوضع تاني حاجة لو إنت شايف إن حزب الله بيعد الكرسة بالنسبة لإسرائيل ما بقى لك بالحوثيين اللي بقى لهم أكتر من أسبوع بيعدوا للرد على إسرائيل فلو كل طرف من دول إيران وحزب الله والحوثيين بيرد وبيعد الكرسة على إسرائيل ده هيبقى أمر كتير جداً على إسرائيل وهيبقى أمر مفزع ليه أمر مفزع وهل إسرائيل مستعدية لحاجة زي كده الحقيقة اللي يقول لك واللي يأكد لك إن احنا قدام ضربة ممكن تكون كبيرة حتى لو كانت استعراضية بس قدام ضربة كبيرة هو الأعلام السهيوني نفسه النهاردة الأعلام السهيوني بيقول لك إن تم توزيع هواتف بتعمل بالأمار الصناعية على الوزراء الصهاينة الوزراء معهم هواتف بتعمل الأمار الصناعية ليه؟ قال لك أصد شبكة الكهرباء في إسرائيل وشبكة الاتصالات حتقطع إسرائيل مش متأكده ينا نحن تستهدف إيه في إسرائيل فبيعدوا نفسهم لأسوأ سيناريو بيعدوا نفسهم لسيناريو يوم القيامة ده هم اللي بيقولوا كده تم نشر حسب الإعلام العبري هواتف خليوية تعمل عبر الأخمار الصناعية للوزراء في إسرائيل وهذا طبعا نتيجة الخوف من أن شبكة الانترنت وشبكات الاتصالات سوف تتعطل ولذلك تم اتخاذ هذا الإجراء الاحتياطي فتسأل نفسك طب وعلى إيه ده أقول يعني أنت ليه عملت كده؟ ليه نيتانياهو خد الخطوة دي؟ الحقيقة اللي بيجاوب على النقطة دي هو كاتب اسمه توماس ألفريدمين توماس ألفريدمين بيقول لك إيه؟ الحرب صعبة جدا ولو أنت فاكر أن نيتانياهو حريص على مصلحة الأمريكان زي ما بيدعي أنه هو حليف الأمريكان فالراجل جير حريص على مصلحة إسرائيل أصلا ما تخدش أنه هو يعني حطت مصلحة الأمريكان في بماءه أبدا ده الراجل ده بيعمل في أسوأ وقت بالنسبة للمصالح الأمريكية وبيشتجل على الحرب الإيكلومية وهو عارف أنه هو عاوز يحط نهاية الحرب دي أو الهدف الأساسي مش ضربة قصة ضربة الهدف الأساسي هو برنامج إيران ناوي وحيجبر أمريكا على ضرب برنامج إيران ناوي أو أنها تخش في مواجهة مع الإيرانيين هو ده اللي عاوز نيتانياهو أو مشهد النهاية اللي عاوز يصل ليه نيتانياهو كده يققى بطل وما فيهاش أي مشكلة خالص لأن الحد دلوقتي نيتانياهو مش بطل في أنظار الصهاينة أو في أنظار بعض الصهاينة فما بالك أن الإعلام الأمريكي نفسه بيهاجم نيتانياهو وأنا عاوزك بس تبص عن مقالك يا جماعة توماس آل فريدمند ده ده من أكبر كتاب أمريكا بيكتف مقالة واحدة في نيويورك تامز قوية جدا بيقولك إيه بيقولك لازم تعرف أن نيتانياهو باللي هو بيعمله ده أن هو بيشعل حرب الشرق الأوسط كله وبيفتح جبهات الشرق الأوسط كله لازم تعرف ده في مصلحة إيران ليه؟ المقالة عجبته بيقولك خد بالك أن حماس لما خدت قرار ببدء توفان الأقصى سواء بقى كانت معرفة إيران إيران هي اللي خططت لعملية توفان الأقصى حماس هي اللي خططت لعملية توفان الأقصى هو مش ده غرضه يعني هو مش قصده يشكك في عملية توفان الأقصى هو رجل جاي يقولك إيه يقولك كده أو كده حماس كانت أعلنت أن من ضمن الحاجات اللي قومت عملية توفان الأقصى هو تطبيع السعودي الصهيون صح إذا لم تشجع إيران توفان الأقصى فهي تدرك أنها مستفيد كبير من ذلك لأن آخر شيء كانت تريده إيران هو تحالف استراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل لخلق قوة موازنة في مقابل إيران طيب تطبيع السعودي الصهيوني ده ليه بالنسبة لإيران خطر؟ قال لك والله بالنسبة لإيران خطر لسبب بسيط إن إيران شايفة نفسها محصرة من كل الجهات إيران شايفة أنها دولة في وسط أعداء هي شايفة نفسها كده واختارت إيران أنها تنشئ أزرع في الشرق الأوسط عشان تعمل حكتي تطرد الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط وتأخذ دورها هي في الشرق الأوسط ده من وجهة نظر توماس ألفريدن إن عملية طوفان الأقصى التي حدثت في السابع من أكتوبر كانت بالضبط ما تحتاجه المنطقة لقد صممت الولايات المتحدة والصهيينة وبعض حكومات المنطقة خريطة شاملة وموسعة وبناء عليها كان من المفترض أن تتغير علاقاته ومعادلاته المنطقة كان من المفترض أن يتم تعديل العلاقات بين النظام الصهيوني وحكومات المنطقة وفقا لرغبات إسرائيل حتى تتمكن من السيطرة على المنطقة بأكملها فلو حماس كانت عرفت إيران قبل عملية طوفان الأقصى أو معرفتهاش كده أو كده عملية طوفان الأقصى عملت انهيار لمشروع التطبيع السعودي الصهيوني والخدمة مش في إنها اخترقت المستوطنات مش في إنها قامت بعمل عظيم ضد إسرائيل لا خدمة إن رد فعل إسرائيل كان لإسرائيل أكتر إنعزالية خلى إسرائيل ما فيش حد عاوس طبع معاها خلى كلمة إسرائيل شيء باشع في الشرط الأوسط وخلى إسرائيل معزولة وده الهدف بتاع إيران إيران لو كانت عاوزة تخلي إسرائيل معزولة مش هتعرف تخليها كده غير بعمال نتانياهو هو نتانياهو اللي كان إسرائيل وكان الصهيوني ده رأيي توماس ألفريدمن توماس ألفريدمن بيقولك إن هو نفسه قعد مع مرشد إيراني ومرشد الإيراني قال له أنا مش عاوز أشوف التطبيع السعودي الصهيوني ده كده أو كده نتانياهو بينهي على إسرائيل الحمد لله يا رب يعني ربنا يا خدم هما الاتنين إسرائيل وآآ نتانياهو بس هو بيقولك آآ نتانياهو بينهي على الاتنين حسنا بس الأمر التاني فيه تحليل نهارده نزل على موقع آآ سكاي نيوز عربية تحليل عجبني أوي بيقولك إيه بقى بيقولك إيران لا عاوز تضرب إسرائيل تضربها إمتها أنا كنت جبت الفيلر ده في الفيديو اللي فاتك بس كان نزل بخلط يعني بس الفيلر بيقول أو الموقع بيقول سكاي نيوز عربية بيقولك إسرائيل لا عاوز تضرب إيران تضربها يوم 12 أو 13 في يوم بيسمى في إسرائيل تي شاع باف خاص إيه تي شاع باف ده قالك ده يوم انهيار الهيكل أو ده اللي كان السهيوني بيعيد ذكرى انهيار الهيكل إيه انهيار الهيكل ده كان إمبراطورية بابل دخلت واحتلت القدس وهدمت الهيكل بتاع هيكل سليمان عليه السلام يعني وهو ساعتها كان تم هدم الهيكل وأخذ اليهود كلهم قصرة وعبيدة عند إمبراطورية بابل هم بيقولوا ان في اليوم ده تم هدم الهيكل في يوم تاني بيحتفلوا بيه أو انهما بيعيدوا إحياء ذكرى نوة الإمبراطورية الرومانية هدت الهيكل بار كده أو كده مش دي قصتي ومش عاوز أخش في حاجة دينية بس الصهاينة بيجوا يوم 12 و13 بيعيدوا إحياء ذكرى هدم الهيكل فقالك إيران تختار اليوم ده وتنتقم فيه من إسرائيل ليه؟ قالك والله لأن الإجراءات الأمنية في إسرائيل وفي كان السهيوني بتكون محطوطة لمنع حدوث الطرابات إنها مش استعداداً لحرب إقليمية فقالك الاستعدادات العسكرية مش هتكون قد كده وحتى لو إسرائيل فيها استنفار في قوات المسلحة بتاعتها برضو على أرض الواقع هتلاقي الجنود مرياحية تاني حاجة لو حصلت حاجة زي كده إن إيران وأزرعها هتضربوا إسرائيل في الوقت ده لازم تعرف إن هم هيثبتوا للمنطقة إن هم عاوزين يدمروا إسرائيل فعلاً إن إيران مش بتبحث عن مصلحتها في الموضوع ولا مصلحة حلفائها أبداً إيران عاوزة تدمر إسرائيل فده أمر هيحظى بتخطيئة إعلامية كبيرة جداً وحيخلي إسرائيل والصهاينة مرقوبين لإن إيران بتثبت هي وأزرعها إن هم مبنيين على ضرب إسرائيل وإنهاية إسرائيل هم بيقولوا كده فقال لك يدرب إسرائيل في اليوم ده طيب هل إيران هتدرب إسرائيل يوم 12 أو 13 الأمر ده مش صح يعني أنا مش متفق مع الرواية ده وجة نظر شخصية يعني بص الشخصي بيقولك شخصي ليه؟ لسبب بسيط إن خد بالك إن كل ما إيران تأخر ردها لازم تعرف إن الأمر ده يعني حيضعف الرد الإيراني هتكون إسرائيل أكملت استعداداتها للدفاع عن نفسها كل الحلفاء اللي تبع أمريكا ليكملوا استعداداتهم هكون الرد الإيراني ضعيف حتى لو كان أكبر وأضعاف الرد بتاع 13 يوليو هيكون ضعيف في النتائج بتاعه فإيران ما ينفعش إنها تستن وحتى لو كانت طبقت سيناريو إنها استنت بعد قصف التنصلية الإيرانية في سوريا إيران استنت وخذت وقت عشان تضرب إسرائيل بس ما ينفعش تطبقه في الموضوع ده لأن خد بالك إن إسرائيل كانت سريع في اغتيال فؤاد شكر واغتيال إسماعيل هنية في نفس الوقت بمناسبة إسماعيل هنية فيه أمر مهم جدا بس عاوز أذكره في الموضوع دلوقتي أنا كنت جبت أحراك تحليل قلت لحضرتك إن إسماعيل هنية مات الأول بساروخ اسمه سبايت واشرحت حراك الساروخ ده والكام ده كله والحقيقة إن بعد كده طلعت صحيفة يا دورة أحرانوت وطلعت صحيفة نيويورك تايمز أكدوا لأ إن إسماعيل هنية اتقتل عن طريق كنبلة انفجرت في الغرفة بتاعها وشرحت لحضرتك الموضوع ده كله دلوقتي اللي طالع من إيران في تصريح رسمي قالك لأ ده فيه مكذوفة خد بالك هو ما حدوش المكذوفة دي يعني قذيفة مدفعية قذيفة هون ولا صاروخ ما حدوش قالك فيه مكذوفة ضربة إسماعيل هنية ومنزل بتاعها معنى كده إن رواية القنبلة دي أي كلام ومن الأضاق إن ممكن يكون صاروخ سكايب هو اللي ضرب منزل إسماعيل هنية وأنا أتفق مع الحتة دي شوية أوروح معاها لأن أنا بصراحة شايف إن موضوع زرع كنبلة في مقر إقامة إسماعيل هنية قبلها بأشهر رواية كانت صعبة تصدقها شوية ورواية معقدة جداً جداً لأن الأضاق تنظفت أكتر من مرة وكان لكل بس هم بيقولوا كده أن إسرائيل مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ عملية اغتيال هنية وقالت أيضاً إن المنزل الذي قتل فيه هنية تم قصفه بمقذوف أرض جو أرض ما أدى إلى تدمير سقفه ونوافده وانتقدت وكالة فارس تقرير نيويورك تايمز حول مقتل هنية ووصفته بالمكذوب واتهمت الإعلام الغربي بمحاولة تبرئة إسرائيل من جريمة انتهاك السيادة حاجة التانية إن النهاردة قامت أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وتركيا ليه أزمة دبلوماسية؟ هل مثلاً من تصريحاتنا تانية؟ لا لكذا حاجة أول حاجة لأن من ساعة إسرائيل ما اختارت إنها ما ترجعش للمفاوضات واختارت إنها تكمل المجازر بتاعتها في الجزة ادتدت تركيا تعمل ضد إسرائيل في حلف الناتو في أي لقاءات كان بيخطط لها حلف الناتو مع الجانب السهيوني التركيا كان بتتدخل وتمنع اللقاءات دي لحد ما وصلنا إن أردوغان كان بيهدد إسرائيل بشكل أو بآخر طلع التصريح ده وما طلعوش فعلياً بس هو بيقولوا إن أردوغان هدد إسرائيل بالحرب إلى كل قوة الكافية حتى لا تستطيع إسرائيل فعل ما تفعله في فلسطين فكما تدخلنا سابقاً في كارباخ وليبيا يمكننا أن نفعل الشيء نفسه لا يوجد ما يمنع ذلك يكفي أن نكون أقوياء لنتخذ هذه الخطوة كل ده اتناسة اللي حصل بعد اغتيال إسماعيل هنية هو اللي وقف عنده كان السهيون اللي حصل النهاردة الكنسولية التركية في إسرائيل نكست الأعلام بتاعتها يعني إيه تنكس الأعلام بص لما قائد الدولة أو شخصية رفيعة أو شخصية قريبة من الدولة التركية تموت بيعملوا حاجة اسمها تنكيس العالم إن هم يخفضوا العالم كده شوية ما يبقاش أعلى السرية لا بينزلوا شوية نوع من أنواع الحزن يعني فالسفارة التركية في إسرائيل خفضت العالم بتاعها أو نكست العالم بتاعها فمين ما عجبوش وزارة الخارجية الإسرائيلية وإتمار بن جفير بإتمار بن جفير قالك إيه قالك الأتراك ياخدوا العالم بتاعهم ويمشوا يعني أنت ما تنكسوش أنت تشيل العالم وتمشي مجرم مجرم إتمار بن جفير ده وزير دفاع إسرائيل قالك حيوالها في منطقة والحداد على هنية فجر أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا وإسرائيل إذ أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن استدعاء نائب السفير التركي وتوبيخه بعد تنكيس عالم تركيا في سفارتها بتل أبيب في حين دعى وزير الأمن القومية الإسرائيلي إتمار بن جفير موظفي السفارة إلى إزالة العالم بالكامل والعودة إلى بلادهم فده حاجة وزارة الخارجية الإسرائيلية أدانة الموقف وقالك يعني إيه تعمله تنكيس للعالم وحزن على إسماعيل هنية في إسرائيل يعني ده نقتنع به إزاي ده حاجة حاجة تانية اللي مضايقة جدا إسرائيل إن النهاردة من داخل تركيا تم الإعلان إن خالد مشعل هو هيبقى خليفة إسماعيل هنية مشعل زعيم الحركة في الخارج الذي نجى من محاولة اغتيال إسرائيلية في الأردن في عام 1997 ويقيم حاليا في قطر وده أمر دائق جدا إسرائيل قالك يعني إيه تركيا تم الإعلان فيها عن خليفة إسماعيل هنية دعم أمر التاني تعرف بس الأزمات الدبلوماسية والأزمات ما بتحلش على إسرائيل دلوقتي إيه اللي حصل إن في جنازة إسماعيل هنية تم رؤية فيديو لوافد يهودي بيعزي في إسماعيل هنية قالك بس بص هو أول ما حصل الموضوع ده النهاردة بقى إيه الهجوم على قطر قالك ده قطر فيها وفد إسرائيل تاني حاجة قالك ده إسماعيل هنية بيشتغل مع الصهاينة بص كلام كتير قوي بس الحقيقة إيه الحقيقة إن دي جماعة يهودية ضد الاستيطان اسمهم جماعة حراس المدينة هما اسمهم كده يعني دي جماعة يهودية ضد الاستيطان أصلا وضد إسرائيل وعلى فكرة في أكتر من مناسبة يهود كتيرة كانوا بيطلعوا في مظاهرات ضد إسرائيل أصلا عشان بس تبقى عارف الموضوع ده فدي جماعة أصلا ضد إسرائيل يهود بس ضد إسرائيل أخيرا وليس آخر النهاردة في المسجد الأقصى خطيب المسجد الأقصى طلع نعى إسماعيل هنية وده أمر ما عجبش إسرائيل بشكل كبير فحققوا مع خطيب المسجد الأقصى وجابوه والحد دلوقتي بيحققوا معاه وما تستبعدش إنهم ما يسجنوك أنا في الأخير يا رب كونش واحد حرارك الموضوع بشكل مبصد ويا رب ننسو المصر رب ننسو العرب ويا رب ننسو الفلسطين يا رب تحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة